شوف أنا أقول حاجة ليس العبرة بالوصول إنما العبرة أن يعيش الإنسان هذا القرآن أن يعيشه في حياته يبقى دائما يقرأ يبقى دائما يحفظ يبقى دائما يتعهده على الأقل يبقى قلوبنا حية متصلة بكلام الله سبحانه وتعالى ولا يحسن أبدا بالإنسان المسلم أن يقطع صلته بالقرآن ربي جزيكم وربي بارك لكم شكرا شكرا جزاكم الله عنا كل خير أهلا بأهل ورقلا وأهل ولاية ورقلا واستشرفنا خيرا واستبشرنا خيرا باتصال ناس من ورقلا وقبلهم بناس من بشار إن شاء الله بحول الله ربي بارك لكم وجزاكم الله عنا كل خير